اشتركوا في القناة تقام يوم الثلاثة عشرون نومبر على الساعة السالسة مساء بمركز إعلام الشباب أمسية إعلامية لفائدة الشباب الذين يرغبوا في العيش بشكل فردي وسيؤثر هذا اللقاء فاعلون جمعويون ذو الخبرة الميدانية في البحث عن السكن حيث سيشرحون كيفية الحصول على المساعدات المتقدمة من طرف البلدية للشباب وأنواع العقود لحصول على المزيد من المعلومات حول هذا اللقاء يرجى زيارة البوابة الإلكترونية لمركز إعلام الشباب في إطار اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة سيجرى اليوم على الساعة السادسة مساء تقديم كتاب مسألة البغاء دعونا نتوقف عن ناتيكي بالزبون في قاعة اللاوديتاريوم دي كورسو بيرتشيلي 141 وسيشارك في هذا اللقاء كل من رئيسة المقاطعة السيدة نادية كونتشيلي ورئيسة جمعية المطيرة فابيولا جريمالدي بالإضافة إلى شخصيات أخرى ويخلد العالم يوم الخامسة وعشرون من شهر نومبر اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة وهي مناسبة لتنظيم أنشطات تهديف إلى زيادة الوعي العام بتلك المشكلة ينظم مركز العمل في طورينو يوم الجمعة اليوم من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا لقاء إعلامي لفائدة الباحثين عن العمل وسيتمحور موضوع اللقاء حول تطبيقات الشبكات الاجتماعية من قبيل الفيسبوك والتويتر في العثور على فرصة عمل ويمكن للجميع المشاركة شرط التسجيل قبل يومين من اللقاء المزيد من المعلومات زوروا صفحة العمل تشارك مدينة طورينو وشركة النظافة عامية في الأسبوع الأوروبي للحد من النفايات وذلك بالتعاون مع مؤسسات أخرى وستنظم في هذا الإطار أنشطة ترفيهية وتقافية يوم الأحد 27 نومبر من العاشرة صباحا إلى السادسة مساء للتحسيس بأهمية التقليل من النفايات وشباب طورينو يبحثون عن عشرة متطوعين للمشاركة في هذه المبادرة لمزيد من المعلومات زوروا موقع إنفورما جوفاني سيدات سادتي كانت هذه آخر أخبار اليوم شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء شكرا للمشاهدة